الحمد لله وكفاء وسلام على عباده الذين اصطفى وبعده لازلنا بفضل الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان تلبيس الشيطان على الغفلان وهذه الحلقة مهمة قلت جدا 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 وحديثة وجديدة عنوان هذه الحلقة التي ادعو الجميع الى مشاهدتها وسماع ما فيها من معلومات قلت هي تحت عنوان تلبيس الشيطان على جماعة القربان على جماعة القربان واحد يقول جماعة القربان لسه جماعة ما احترامي طبعا لو تابعت شبكات الاخبارية الكبرى زي الجزيرة وزي سكاي نيوز وزي العربية وزي فرنسا 24 وزي مثلا البي بي سي عربي والكلام ده كله هتجدوا الضق المفتاعة اللي جاد بسبب هذه الجماعة الايام الخوالي وظنوا ان الجماعة جديدة وان الفكرة جديد لكني سأوضح ما يفير بغير ذلك المهم الجماعة اللي هم بيتكلموا عنها دي وتم اعتقال اربعة من اعضاء دي نعم دي جديدة دي جديدة لكن لها سلف اسموا معايا جدا في جماعة اسمها جماعة القربان او التضحية بالنفس نعم ظهرت هذه الجماعة الشيعية التي يعني شعارها ومعتقدها القربان القربان او التضحية بالنفس طبعا من خلال العنوان تفهم المغزى هذه الجماعة تقول بالقربان قربان مين لهم يتقربون الى علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه بماذا بانتحارهم ولذلك الواحد المهم يقول انه يقدم روحه قربانا لعلي ابن ابي طالب والمعلوم ان الموت معناه مفارقة الارواح للابدان فيقول لك من انتحر كده يبقى انا قربت الروح هذه الى علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه وعلي منهم براء ومن جهلهم ومن افترائهم ومن تخلفهم خلاصة المسألة هذه الجماعة استمع ماذا يقوم امرها وما هو معتقدها جماعة تطلق على نفسها اسم القربان يعتقدون بألوهية علي ابن ابي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم اللي فاطمة رضي الله عنها وارضاه ورابع الخلفاء الراشدين قلت باذن الله جل وعلا ودي يعني داخل مداخلة بسيطة مني على ما ذكروا قلت لهم سلف في تلك المسألة السبائية نعم قالوا بألوهية علي ابن ابي طالب صحيح انهم دخلوها تدريجة انهم دخلوها تدريجة يعني على اعتبار ان كبيرهم الاول الذي اسلم يعني ليدمر الاسلام واهله واسلم لكي يدخل على المسلمين بافكار والعياذ بالله جل وعلا شركية وثنية حتى يعني يدمر على المسلمين ومعتقدهم هذا الاول الذي كان النبتة الشيطانية الاولى اخذ الامر بالتدريج بمعنى انه ادعى حب علي بعد ذلك انه زعم ان علي نبي بعد ذلك زعم ان علي هو الاله وما قبلته ارض وما قبلته ارض سوى للأسف الارض التي نحن فيها ارض مصر التي قبلته في النهاية فدخلها عليه من الله ما يستحق خلصت يا جماعة هؤلاء الذين يعتقدون بألوهية علي في زمن علي ظهروا هؤلاء الذين كانوا تابعين للنبتة الشيطانية الاولى التي ذكرتها وحينما وقف لعلي رضي الله عنه وارضاه وهو يخطب عن المنبر وقال له انت انت قال ويحك ما انا قال انت دابة الارض بك نحيا بك نموت الى اخر ما ذكر هم علي رضي الله عنه ارضاه ان يقتله ان يقتله الا ان الشيعة حالوا بينه وبينه وقال انه محب لآل البيت قال اذا والله لا يساكنني في بلدة واحدة طريق الى بلد شم طاردوه ايضا لم يقبلوه حتى استقر بارض مصر فحينئذ ادخل اشياء في الدين الاسلام الله يعني الاستوى منها باراء والله جل وعلا نهان عن مثلها وعن شبيهاتها وعنها يعني مثلا لما جيه في مصر اراد ان يصنع في قلوب العباد الوهية علي بشكل فيه التلبيس والتدليس فلما قتل علي قالوا له كنت تقول ان علي الى الان علي قد قتل قال لا لو اتيتموني بسبعين من الشهود العدول ومعهم رأس علي لقلت لكم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم الله اكبر شوفوا المنهي عنه في القرآن معتقد النصارى في المسيح لا هو يأتي فيلبسه والعياذ بالله جل وعلا على المسلمين لذلك قلت الله نهى عن هذا والعياذ بالله جل وعلا ونهى عن اشباهه وامثاله ولذلك ربنا في حق المسيح وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم هنا هذا يقول في علي رضي الله عنه وارضاه يقول لا لو اتيتمني بسبعين من الشهود العدول ومعهم رأس علي لقلت وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم ولذلك يعني زرع في صدر أتباعه أنعليا إله أنعليا إلى رغم أنعليا رضي الله عنه وارضاه لما ظهروا في عصري وظهروا في حياتي تبرأ منهم ولما ازداد أمرهم واجتد خطبهم أحرق جماعة منهم أحرق جماعة منهم نعم أقولها بمئة في أحرق جماعة منهم ولذلك لما عوتب كيف يحرق بالنار ولا يحرق بالنار إلا رب النار قال إني لما رأيت الأمر أمر منكر أدجت ناري ودعوت قنبار ودعوت قنبار يعني لما لقيت الأمر أمر عظيم ما حدثت على الإطلاق في أمة الإسلام وبجع شنيعة ليس لها مثيل يعني جمعت لهم الحطاب وأمرت الغلام اللي هو قنبر أن يفعل ذلك ولذلك انظروا معي قال العلماء لما أوقد النار علاهم أن يرجعوا لا ما ليقعشوا على الإطلاق أحرأكم بالنار فلما بدأ يعني يلقي ببعضهم في النار انظروا هؤلاء بلا رؤوس زي اللي موجودين دول اللي يلقم على الإدارة دي بلا رؤوس بلا عقول بلا عقول ما تقوليش مغايبين بس لا ده ما فيش عقل بالكلي شوف اللي حصل إما كان عن ابن أبطالب يرمي بهؤلاء في النار يقولوا الآن أيقن أنك أنت الإله لأنه لا يحرق بالنار إلا ربه النار وكان الواحد منهم يقلوا يقولوا الراحة الراحة إلى الجنة أشموا ريحة الجنة وهو راح يترمى في النار وهو على الشرك والعياذ بالله جل وعلا جنة الانتشمم ريحة لانتشمم ريحة الجحيم والعياذ برب العالمين والشطن سكنت من الشعر إلى الظفرة وانت على عقيدة والعياذ بالله جل وعلا عقيدة يعني مدمرة بل عقيدة شيطانية ولذلك يا جماعة علي رضي الله عنه ورداء قلت بملء فيه أحرق جماعة من هؤلاء تبرأ منهم وتبرأ المسلمون العقلاء جميعا من أمثال هؤلاء ونحمد الله أن كبيرهم في القرن الثالث الهجري قالها بملء فيه وكتبها وسجلها لما قال نحن لا نتفق معهم يعني نحن هم يعني لا نتفق معهم يقصد مع السنة يعني ما بيتفقش مع السنة لا في رب ولا في نبي ولا في خليفة يعني ما بيتفقش مع السنة لا في رب ولا في نبي ولا في خليفة طب تتفق معي إذا كنت لا تتفق معي في الرب إذا كنت لا تتفق معي في النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر هذه الأمور ولذلك لهم دينهم ولنا ديننا ديننا الإسلام أما دينهم هو معروف طيب خلي بالكم معايا جدا عشان ما طولش في تلك المقدم هذه الجماعة اللي بكلم عنها اللي ظهرت الوقت دي ظهرت مؤخرا في محافظة في العراق المحافظة اللي اسمها محافظة الذيقار محافظة الذيقار جنوب العراق جنوبي العراق يبقى المجموعة اللي بكلم عنها الحين ظهرت في محافظة ذيقار بالعراق في جنوبي العراق طبعا لو انت رجعت للكلام الحين اللي كتبوه في الصحف عن الجماعة ومن شاءها يقول لك هناك لا انا بقول بداية انتشارها مدينة مشهد بداية انتشارها مدينة مشهد ولذلك اخذوا المعتقدة من ايران اللي عايز يرجع للتوثيق يرجع يلاقي كلامه انا اللي مضبوط 100% ان بداية انتشارها كان في مدينة مشهد ولذلك هؤلاء اخذوا هذا المعتقد من ايران وما اخذ اله الشرق شيئا من ايران يعني اعوذ بالله سوى الجحيم والعذاب والبلاءات والتلبيس والتدليس والعياذ بالله جل العالم الشر ولذلك يعني معلوم ان 19 شر ان 19 شر تأتي من قبل المشرق او من قبل الشرق العراق وما كذا الى اخره طبعا مش معنى كده ان احنا بنقلل من قبل العراق العراق بلد شقيق بلد عربي ازدهر بالحضارات لكن ظهرت فيه امور لا يعلم ما دهه الى ضهر حتى ان بعض الايمة يعني قرأت لهم التبويب كلا يقولك ايه باب العراق يعني رأسه الفتن ومنبته الشر ليه قالك عشان العراق خرج منها يعني كل الفئات الضلة الفرق الضلة يعني قالك خرج منها القدري خرج منها المرجئة خرج منها الخوارج خرج منها الشعر وافض خرج يعني لو اعدت عيدلك الوقت هيذهب وقت كثير جدا من الحلقة لغاية حتى في النهاية المسيح الدجال اتي من قبل هناك اتي من قبل هناك يعني لو قعدنا نتكلم عن المجيء الشر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر كان يشير الى المشرق ويقول رأس الفتنة ها هنا رأس الفتنة ها هنا يعني رأس الفتنة تبدأ منها هنا ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى من حديث ابن عمر والتفت الى اصحابه فدع النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا اللهم بارك لنا في كثيرا فقال رجل وعراقنا يا رسول الله وعراقنا يعني ادعو للعراق فأعاد النبي دون ان يدعو للعراق قال وعراقنا يا رسول الله لا ما دعا ما دعا ليه اللهم قالوا حتى يضعف الشر الموجود هناك بمعنى انه ما دعاش لهؤلاء مش معناها انه العياذ بالله ان اهل العراق كذا لا العراق فيهم الاخيار العراق فيهم اولياء اهل العراق فيهم اناس يعني على قدر عظيم جدا وذارت حضارة اسلامية عظيمة جدا لا مثيل لها في العراق لكن قدر الله جل وعلا قدر الله جل وعلا لما المجوس لما والعياذ بالله جل وعلا اهل المجوس دولا يعني اقتحموا على هؤلاء واختلطوا بهؤلاء ادخلوا عليهم والعياذ بالله جل وعلا هذا الشر ولذلك كان في علم الله من خلال الوحي ان الشر يأتي من هذا الاتجاه ان الشر يأتي من هذا الاتجاه من المشرق يعني من قبل العراق ولذلك ظهرت كل هذه الفرق في العراق ليلا العراق منفتحة في حضارات ولذلك لما دخلت هذه الافكار ما غربلت ولا نخلت ما في غربلة ولا نخل على الاطلاق ولذلك اتبعها الرعاع والهمج والعياذ بالله من كان في قلوبهم مرض خلاصة عشان ما طولش بدي بقوله بداية انتشار هذه الفرقة او الجماعة او طائفة مدينة مشهد ولذلك اخذ المعتقد من ايران طيب يا جماعة فكر هذه الجماعة الدموية الاجرامية الارهابية يقوم على اساس القربان يقوم على اساس القربان يعني على اساس التضحية بالنفس تخيلوا بقى لما نستقنع بعضها بان افضل الدرجات واعلى الدرجات لدخول الجنات هو الانتحار بس مش مجرد الانتحار لا يضع تحت مسمى التضحية من اجل عليه من اجل عليه او قربانا لارضاء عليه علي بناء بيطلب مات علي بناء بيطلب لو دعبت ومات ده ربنا قال للنبي انك ميتون وانهم ميتون وبعدين علي بناء بيطلب كيف يكون اله ده علي بناء بيطلب حتى يعني مش نبي ولو حتى افضل الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا بل معلوم ان النبي صلى الله وسلم هو افضل الامة ابو بكر عمر 오� Dhul الامة بعد عمر عثمان وافضل الامة بعد عثمان علي وأفضل الأمة بعد عمر عثمان وأفضل الأمة بعد عثمان علي ثم بقية المرشايم الجنة ثم إلى آخر ولذلك يا جماعة علي بن أبي طالب عبد لله ورسول عبد آمنة يعني على يد النبي صلى الله عليه وسلم واتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم واهتدى بهديه إلى أن مات ولذلك هو منهم براء هو منهم براء طيب خلي بالكم معي جدا بموجب القربان ده يا جماعة تجرى قرعة لاختيار المنتحد ده مش كده بس يعني مش تعالى خش خلاص انتحر يبقى أنت كده قدمت نفسك قربان يتقبله الإلهي المزعوم عندهم اللي هو علي بن أبي طالب هذا الله عنه وهو براء من هذا ولذلك كل مزعوم اللي هو في اعتقادهم هو لأنه ده مش علي بن أبي طالب الحقيقة على الإطلاق ده الشيطان اللي هو ما بيعتقدوا فيه لكن علي ده رابع الخلفاء الرشدين مباشر بالجنة هذا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقترب النبي محمد صلى الله عليه وسلم المهم إما يقدمه بقى القربان ده هل القربان ده أي حد يقولك لا كمان ده بالقرعة كمان ده بالقرعة يعني كمان إما القرعة تقع عليه خلاص يبقى هو ده اللي يتقدم قربان يعني يقولك حظه بقى حظه شيطاني بفل وعرأي المصر حظه منجهة يقع عليه بقى خلاص يخدش ينتهر عشان يبقى قربان ليه عالي ابن أبي طالب بدل ما يقدم قربان خروف ولا بتاعي يبقى هو خلي بقى لكم معايا جدا طيب هذه الجماعة يا جماعة ظهرت بداية إبان حياة المرجع اللي هو الشعي عنه محمد محمد صادق الصدر محمد محمد صادق الصدر بيقولوا وقد تبرأ منهم في حينها لما ظهرت وقد تبرأ منهم في حينها لما ظهرت ورأى ذلك والله أعلم لكنهم عاودوا الظهور مؤخرا لكنهم عاودوا الظهور مؤخرا وصرت هذه الجماعة تطرح أفكاراً وتقوساً غريبة من ضمن التقوس والأفكار الانتحار أو التضحية بالنفس كما يسمونه في مناسباتهم الدينية المزعومة يعني عايزة أقول حال الجماعة دي مش فقط بس معتقدهم قيم على الانتحار لا معتقد الجماعة دي قيم على أفكار وتقوس أفكار وتقوس يشتركون مع الروافض في أمور كثيرة جداً وينفردون في بعض الأمور اللي زي القربان أو ما شابها ذلك ولذلك يا أخي فعلاً يعني أنا إما شوف واحد أو العائل إزاي إما لقيه جايب كده سلسلة ولا جنزير حديد ونزل على نفسه السكع زي ما بنقول في مصر سكع ضرب ضرب طب استنى يا بني آدم أنت فيه فيه اللي أنت تعمل ويتعذب نفسك ليه ليه وقاعد تضرب نفسك بالجنزير ليه ليه لا ومش كده بس ويجيبي الصف بقى ويعود يضرب بقى في الجبهة وكيد إلى آخر أنا شرح الكلام لكله قبل ذلك لذاك مش هعيدها حتى ولا بمصطلحتها إلا أنا ذكرتها قبل ذلك أنا أنا بجري بسرعة لأن اللي همني الكلام على هذه الطائفة بس بقول لك كلهم يشترف مثلا في مثل هذا الأمر طيب إما تلاقي واحد بيضرب نفسه بجنزير حقيقة يضرب ويعذب نفسه ويرجع يجب سيف ويعذب نفسه لو عنده أطفال يعملون نفسه كلام ده وينزل الدباء منهم خلي بالكم معاه جدا هل هذا في كتاب الله أبدا أبدا بل نهى القرآن عن ذلك هل هذا في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبدا بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك طيب هل هذا يعني ما عليه الخلفاء أبدا معاذ الله ونهى عن ذلك إما ده إيه ده إيه ده ابتدع شيطاني ده تقص شيطانية وخلي بارك هو يقول لك والله دي أصلا أشبه بالحجامة فهي تفعل لكذا وبعد ذلك لا يتطبر لا مش معمول كحجامة ولكن يا أمري كت في كت وكذا زي الأمور الخمسة اللي ذكرتها قبل ذلك وكلها كلام باطل كل تلب الشيطان طيب ولكن في الحقيقة لا ده دول عادين يتورثوا يتورثوا ذنب أو شعور بذنب أنهم يعني أباؤهم أو أجدادهم الأول خذلوا الحسين بن علي وهم اللي فعلوا به وفعلوا بأهل البيت ولذلك هم يجلدون أنفسهم ويعذبون أنفسهم ذلك التعذيب وإلا ما كانش العقلية دي بقى يا لغاية النهار ده تقول لك إيه إحنا أتباع الحسين ودول أتباع يزيد محمي فيه فين الحسين رضي الله عنه ورضاه ولا فين يا زيد رحمه الله فين فين الكلام ده على الإطلاق الوقتي يقول لك لا السنة يقولون يا زيد هو ما يقولوا جين والشيعة يقولون هذا الحسين متبرئ منه واللي عايز يرجع ممكن يرجع للمناظرة اللي كانت بين الحسين وقادة الشيعة اللي راحوا يقتلوه اللي راحوا يقتلوه في كربلاء ارجعوا لها عندي عندي على الز karate المناظرة اللي كانت بين الحسين وبين دول لتامهم فيها بالخيانة هما اللي بعتلوا بالبيعة والكلام دوله وأنكروا بل كذبوه ورد عليهم وقال والله ما كذبت مذ علمت أن الكذب حرام وذكرهم بأسمائهم يا فلان يا ابن فلان يا فلان يا ابن فلان مش انت اللي بعتلي وقلت لي كنت إلى آخر هذه الأمور وخذلوه وهم الذين كانوا في الصف الأول وقتلوه شيعتهم الذين خذلوه وذلك ارجعوا كمان في كتب الشيعة في كل كتب الشيعة المشهور الكبيرة وانا ذكرتها طبعا بأرقام الصفحات قبل ذلك عشان معيبش كلام شوفوا خطبة زينب ماذا قالت لأهل الكوفر وبينت تماما انت اللي قتلتوا لحسن وانت اللي عملتوا وانتوا 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 كلمة علي زين العبدين ابن الحسين شوف قال ايه وتاموا هما اللي قتلينوا إلى آخر يعني ده حتى هم هما فيه كتبين من المعتمدة بيشاروا تماما انهم شيعتوا اللي قتلوا وغضروا به وخنوا مش كده بس ارجعوا ايضا للحلقة اللي انا كتبها يعني مقتل وهلاك الومة او مقتل الشيعة الذين قتلوا الحسين باسمائهم انا جايب المجموعة كاملة اللي اشتركت في مقتل الحسين جايبهم بالاسماء وبينت ان كلتهم المجموعة دي معترامك كانوا شيعة روافض وبينت مصرهم وهلاكهم والقتل الذي يعني صلطه الله عليهم دي اللي عايز يرجع يرجع لي هذي بالتوثيقة تجد بالصفحة والطبعة كتب من كتبينها ومن كتب القوم خلصتوا يا جماعة بعد دي الجماعة بيعتقلوا زي ما قلت لكم بأولوية تعالي ابن ابي طالب ولذلك بيزيروا على التقوس اللي هم عليها قضية القربان او التضحية طيب من ايام كده بسيطة جدا من قد ايام اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات بوزارة الداخلية العراقية انها ابضت على اربعة من التنظيم دي او من الفرقة دي او من اصحاب الطريقة دي او من اصحاب الفرقة المجريمة دي في قضاء سوق الشيوخ في محافظة ذيقار اعضاء ذي الجماعة يا جماعة يعني كثر ليسوا يعني قلة ولكنهم ابضوا على اربعة منهم ونشروا صور الاشخاص دولا ما احترامي وطبعا وجدت في منصات التواصل ووجدت في المواقع الاخبارية كافة والله اعلى واعلم لكن في المواقع الاخبارية الكبيرة كلها جات عليه جات عليه خلي بالكم معي جدا وهذه الحركات والجماعات في الحقيقة يا جماعة دعوني اقولها تعود الى عقود وليست ولدة هذه الايام زي ما بيقولوا كده او زي ما لموا اخزع الصحف والمناصات التواصل والقنوات الاخبارية الكبرى زي ما قالوا دا والدة الام لا مش والدة الام دي لا هي والدة عقود يا جماعة لكن ظهورها القوي لم يظهر يعني في بدايتي الا بعد وفاة صدام حسين رحمه الله الا بعد وفاة الرئيس صدام حسين رحمه الله بدأ نفس الاشكال دي يظهر لكن في وجود هذا الرجل ما كان هناك ظهور لامثال هؤلاء ابدا رغم ان يقول له رجل كان متدين ولا على الدين ولا لا 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 ابدا على الاطلاق لكن سبحان الله المهم وهذه تعدي يعني من المحاسن تاريخهم من قبل حافل بامثال هؤلاء تاريخ الفصل دي اللي هو من الشعر روافط لا 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 تاريخهم حافل أقول لكم من العقود تاريخهم حافل بامثال هؤلاء مثل مثلا الاسماعيلية والأفطحية وفرق ثانية من الفرق الشعية طيب يا جماعة وأقول ولنقطع مما جدا لقد سبق هؤلاء أسلافهم هم الذين قالوا أنهم الأسلاف بأن علي هو الإله وما كان هذا المعتقد وليدا لهذه الأيام من تعدك النصيرية إلا عليها رئيس سوريا وجماعة النصيريون يقولون بألوهية علي حتى دول يقولون بألوهية علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أرضى ولذلك نقول لكم المصيبة هذه كبيرة جدا ولذلك عارف ما ترجعوا للكتب المعتمنة الكبيرة والموسعات بتاعتهم اللي قيمة على لا شيء هتجدوا ما احترام المعتقد الصح يعني واضح وضوح الشمس في كبير السماء يقول بأن علي ينفي زعمين هو الإله ولذلك كتبهم المعتمنة زي ما قلت تطفح بهذا المعتقد إلى تلك الساعة وهؤلاء يا جماعة ثاروا على ضرب أسلافهم يعتقدون أن علي إله وأنه يعلم الغيب وأن بيده الجنة وبيده النار وأنا قرأت لكم من كتب هؤلاء قبل ذلك في حلقات قديمة مش عايزة عيدها مرة ثانية لما قبت لكم إنه في كتبهم معتمدة إنه بيقولوا فيه أن علي يعلموا كذا ويعلموا الغيب وكيت وبيده مفاتح كذا وبالنسبة للجنة والنار هو من يدخل الجنة وهو من يدخل النار إلى آخر هذه الأمور وقرأت لكم يعني ما يفيد ما يفيد بوضوح دون عناء على الإطلاق بأن معتقلهم يقوم على أن علي هو الإله لذلك أقول ماذا ننتظر من قوم هذا هو اعتقادهم هذا هو اعتقادهم تهديكم سأل أنا عرضت على القناة المباركة الرحمة قبل ذلك ستصورة فيديو بل عدة فيديوهات في حلقة خاصة يعني بهذا الباب وهم راحين المراقط زيارة المراقط الأشكال دي بيروحها ازاي منهم من يذهبوا زاحفا على بطنه منهم من يذهبوا زاحفا على بطنه يعني بيمشوا مسافات كيلومترات بعيدة زحفا على البطون كالسحالة والحياة أنا عرضت على صورة أقول لكم ارجعوا لليوتيوب ارجعوا ويكتبوا وهتظهر لكم من عندهم هم من عندهم هم هتجلوا هما كده العاقل منهم اللي يمشي كيلوات يمشي شوية ويعود على نفسه شوية وكده اللي آخرين إنما مش عاقل أكثر في الفهم الشرعي لا 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 يعني شوية مش عايز يبقى بالصورة اللي هي بتاعتهم دي إنما الأكثرية زحف كده بياخدوها شو بكيلومترات ياخدوها كده زحفا على البطون ما يعودش ولا يقف ولا يجلس لا زحفا على البطون زي السحلية أو الثعبان خلي بالكم وبعضهم يركبوا ظهور بعض وانا جابتها لكم يعني بيبقى لمؤخذ يعني عامل زي الحمار الحمار كده هو كده زي شابه راكع وراكع على ظهره راكب على ظهرهم جلد الرجله كأنه يركب دابا راكب حمار راكب جموس راكب بقرة راكب جمل بالشكل دي بالضبط تخيل كيلومترات يقوم عامل نفسه زي الحمار كده أنا والله والله ارجعوا لها لا اقول ما احترامي ارجعوا الكلام بل ارجعوا لها على اليوتيوب هتجدوا اللي هو والعزب اللي عامل نفسه حمار والثاني راكب لكيلومترات لكيلومترات وحطت في الموكرة انه بيرضي الموتى اللي في القبر دول اللي هما ما بإنهمش اي حاجة على الاطلاق ده ربنا اللي بيؤكد ذلك ان تدعوهم حتى بالنسبة للصالحين ما بتكلمش عن الاوانطقية ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير قضية منتهية اهيه ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ده اموات انك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء ايضا وما انت بمسمع من في القبور ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم لان اللي بيجيبه الله سبحانه وتعالى دول عباد عباد يا اخي لو دلهم مدد او كانوا قادرنا على شيء هنجيب مثلا الحسين ابن علي رضي الله عنه وارضاه سيد الشهداء نسبة للشباب سيد شباب اهل الجن الحسين لما محترامي يعني اصبته السهان وتوجهت الى جسده الرماح وثم السيوف ثم فصلت الرأس عن الجسد لو كان له مدد فاين مدده والحسين انت بتقوله مدد يا حسين انقذ نعمل طب هو كان فين مدده لنفسه هو ما انقذ نفسه على اطلاق هذا قدر الله عليه ان يلقى الله شهيدة سيوف وسهام ورماح وفصل للرأس والشعة فعلوا به الافعيل اللي خنوه ورغم ذلك انا بسأل اين كان مدده ان كان له مدد مش كلام من ده على الاطلاق المدد مدد يا رب مدد يا الله اللهم مدد خلسته يا جماعة وقعدوا تفكروا ما بقول يركبوا بعضهم بظهر بعض يزال حمار وكده هذا الله لا نخصر اي شيء ثاني ولكن بقول من الخطأ ان الواحد منهم يتشبه بالحمار او الدبع عشانك يدلدرد ليه ويركب على ظهري ومرتحك انه ركب على دبع وروح لغاية هناك رب نهديهم خلسته ماذا ننتظر من قوم اللي الان يقولون ما احترامي يقولوا احنا اتباع الحسين وهم اتباع يزيد وحنا في حرب معهم الى كذا قالها رئيس وزرعهم السابق اللي هو نور الملك قالها كده قال احنا اتباع الحسين ودول اتباع يزيد وحنا في حرب ايه دي ايه دي ايه ايه الايجرام دي وخلي بالكو الناس السياسيين دولا الواحد منهم بيغير الوجه بتاعه واللسان اكثر من بيقوم بتغير ملابس الداخلية عايز يكسب الرعاعة والهمج والكيت واللي ملهمش عقول واللي عندهم العاطفة جياشة في انتها دي الامور يقول هذا الكلام لكن بصروا ما احترم ما يكون مع نفسي الكلام غير كده خالص خلصت يا جماعة اللي بأكد مرة ثانية الجماعة دي جماعة دموية جماعة ارهابية جماعة فكرها غير غير فكرين الاسلامي تماما لا ينتمون الى الاسلام ما احترم يصل على الاطلاق ولكن لهم دينهم لهم معتقدهم ونسأل الله ان يهديهم ونسأل الله ان يهديهم هذا والسلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته